نحن في مدينة الكدس الآن نتعرض لهجمة إسرائيلية احتلالية شرسة تبدأ بمخططاتها أولا بتهويد مدينة الكدس ثانيا إقامة ما يسمى بالكدس الكبرى ثالثا تطهير المدينة من سكانها الأصليين ورابعا والمهم كذلك هو تهويد الأماكن الدينية المقدسة بهدف استحداث طابع يهودي جديد وطمس الهوية العربية الإسلامية والمسيحية في هذه المدينة هناك الحفريات تجري بوتيرة سريعة تحت وحول المسجد الأقصى المبارك هناك الآن مع قاعة بنيت تحت باحات المسجد الأقصى المبارك تتسع لأكثر من خمس تلاف نفر هناك الكبور الوهمية تحيط بباحات المسجد الأقصى المبارك وتقدر بأكثر من سبع تلاف هناك الآن سرقة للآثار في هذه المنطقة هناك استباحة وتدنيس لباحات المسجد الأقصى المبارك تحاول إسرائيل من خلال كل ذلك بدءا من الساعة السبع ونصف صباحا حتى الحادية عشر صباحا يوميا من أجل أن تفرض شروطها بأن تقسم هذا المسجد على غرار ما جرى في مدينة خليل الرح ترجمة نانسي قنقر